كمان الحوار الزواجي الصحي اه بقى حلو اول حوار الزواجي وده خلينا ننبه خلينا ننبه ان دي الفخ اللي بنقع فيه وإحنا بنيجي نعمل الحوار الحوار الزواجي الصحي عنده لقات كده من اهم اللقات دي لا للتكسير والتنقيص ما بين الازواج محدش هو بيتحاور كده يروح وقال لا انت ما تفهمش حاجة ويتقول له وده يعني ان انت انت فكت كده انت بتفهم يعني لا 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 ما فيش حاجة اسمها التكسير والتنقيص ولزيك لا يسخر قوم من قوم انتوا ليه بخليني الكلام دوت في الشارع في الشغل لا اول حاجة في البيت انت انت تبدأ بأهلك وتبدأ بمن تعود ما فيش تكسير ولا تنقيص تاني لا لا للتسكيت ما تسكتش شريك حياتك وبتكل لكن نعمل حاجة من اهداب الحوار كده وكمان ما فيش ما فيش لا للمقاطعة وقطع الكلام والتقطيع ان الكلام يتقطع فلما الكلام يتقطع المعنى ما يوصلش فعشان كده لازم كمان لا لفهم لفهم المسبق والتنميط انا عارف انت هتتقودي ايه انا عارف انت هتتقودي ايه على فكرة ده سوق الظن والله سبحانه وتعالى قال اجتنبوا كثيرا من الظن فعلشان كنا بلاش التنميط لان ده تسوق الظن كمان من اللقات لا الاستفزاز والضغط على السلوك العريانة كل واحد فينا عارف السلوك العريانة للاخر فنضغط على السلوك العريانة هو عارف هو عارف اول ما انت عارف اول ما يجي امك اه امك دي خلاص هو مش هيسمع اول ما تجي تقول له ومصاريف هو خلاص مش هيسمع هو لما يجي يقول له يعني انت فكرة كده اننا مبسوط تقول له اهيب انت شايف لك سلوك العريانة على طول محدش محدش يلمس السلوك العريانة عند كل واحد كمان لا للاحكام المبالغ فيها في نقاط الخلاف خلاص احنا غير متفاهمين اصلا احنا اصلا ما فيش فينا فينا مساحة مشتركة ده غلط ده حرام ما حدش يعمل كده دي مبالغة دي كذب والكذب حرام كمان لا لاحتكار الكلام ما فيش احتكار الكلام وعشان كده طب نعمل ايه عشان نقدر نخلي فيه حوار صحي عندنا شوية مهارات من اهم هذه المهارات خمس مهارات المهارة الاولى الفهم ان كل واحد فينا نسمع بقى الكلام ده بدق كل واحد فينا يفهم كلام شريك حياته زي ما هو بيقوله مش زي ما انا عايز ما احنا قلنا لا للتنميط ولا للفهم المسبق هفهم كلام شريك حياتي اقول لكم حاجة والله مرات كتيرة لما بفهم شريك حياتي زي ما هو بيقول ابص لقي ما فيش خلاف بيني وبينه لكن لاننا حاسس ان فيه فهم مسبق وانا فهمك انت اتقول ايه أيوة يا سيدي أيوة بقى أنت عتتكلم وتنقص فيها وتنقضني نسمع نسمع وإزايك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الناس يسمع لغاية ما يخلصوا كلامه ده حضرت النبي سمع السيدة عائشة وبتتكلم عن 11 نمط من الناس فلازم نسمع الشخص زي ما هو زي ما هو بيقول زي ما هو عايز الحياة التانية المهارة التانية دي مهارة مهمة جدا جدا مندرب عليها المهارة التانية التعبير عن تقدير المشاعر والأفكار لما شيرك حياتي تتكلم والله أنا كل ما بسمعك أنا كل ما بسمعك بحس أن أنت نعمة من نعم ربنا أنا بحس أن أنا عندي لا والله الحمد لله على حكمتك الحمد لله على حكمتك لا أنت صحيح طب وده مش يعني نوع من أنواع الكذب لا والله ما كذب أنت لو تأملت وكده كل واحد فينا ما احنا ما جاوزناش الناس دولة عشان هما ناس مجانين احنا جاوزناهم عشان فيهم عقل وفيهم شيء وأنا دايما بقول كده كل ما تمدح الناس على محاسنهم كل ما يتزداد محاسنهم كل ما ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدورهم عشان يترقوا المهارة التالتة مهارة التفاهم يعني ايه التفاهم أفهم هو ليه قال الكلام ده زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيهم السيدة عائشة قالت له ايه قالها اني لا اعرف متى تكون عني راضية ومتى تكون عني صاخط يعني عارف ايه الرسالة اللي ابتبعتها فلازم ايه اللي حاصل اتفهم ان السيدة عائشة ما كانتش اصدى حاجة واحدة بس ما راضين يا حضرت النبي فإيه اللي حاصل فقال فحضرت النبي لما قالها كده فإيه اللي حاصل قالت له والله لا اهجره الا اسمك الحاجة التالتة الحاجة المهرة الرابعة ان انا احترم مدخل شريك حياتي يعني ايه احترم مدخله وابين الشيء الايجابي في هذا المدخل والله انت عندك حق احنا في المستقبل اه احتمال كبير ان احنا تزيد مصارفنا فاحنا محتاجين فعلا ان احنا نزود مدخلاتنا مدخل كويس بس انا دلوقتي ما عنديش يعني ايه اللي حاصل اقدر المدخل ده واحترمه فهي تحس ان الكلام تحس ان هي لها اهم ايه هو الكلام اللي انت بتقوله صح ان احنا عندنا مصارفنا كترت الكلام ده صحيح وده مهم اول ان احنا الرعي ايه ده تبما الناس ايه اللي يحصل تحس كده ان هم بيحبوا بعض وبيقبلوا على بعض اخر مهارة لازم نتفاهم للوصول لمشترك يعني ايه ما نقومش من الحوار غير وحنا اوجدنا مساحة مشترك حتى لو مساحة المشترك ده هي ان احنا مقدرين وجهات نظر بعض لازم بيبقى في احترام المشترك ترجمة نانسي قنقر